اشتركوا في القناة صحة وسعادة تعاوني مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي معنا في التنسيق اليوم ميرا لغفلي وفي الإخراج أيمن سرحيل هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وأيضا اليوم حلقاتنا تكون مختلفة لأن بيشاركوني في التقديم دكتورة ندل ملة صباحك الله بالخير دكتورة صباحك الله بالنور والسرور وأيضا دكتورة بدرية الحرمية صباحك النور والسرور صباحكم حب وإيجابية وصباحكم تفاؤل جميع المستعين هياكم الله معنا إرقام التواصل معنا 600551414 ورسائل نصية 4006 4006 وأيضا موجودين عبر حساب نور دبي وحساب هيئة الصحة بدبي على الإنستجرام ده اي اندرسكور دبي طيب قبل ما نبتدي مع معاكم هذه الحلقة اليوم نحن موضوعنا الرئيسي شو بيكون دكتورة؟ بيكون عن شهر أكتوبر وشهر التوعية بالسرطان الثدي فبتكون حلقتنا كلها عن هذا المرض طيب دكتورة ناخذ أسمى الجناحي بمسؤولة الإعلام الاجتماعي عندنا تفضلي السلام عليكم صباحكم الله بالنور والسرور صباحك النور والسرور أختي أسمة كيف حالت؟ تمام شوشي أصوات متنوعة اليوم شفتي حلقة مميزة الميكس عشان ما تمليني يا أسمة تسمعين كل يوم صوت يديد شو الأخبار عندك يا أسمة؟ تمام الحمد لله أحب أقول لكم رسالتنا اليوم لا تجعل من حولك يؤثرون على سعادتك وحزنك كن تعيداً وأنشر السعادة لمن حولك زين هاي رسالة نحتاجها هذا اللي كنا نقول عنها أمس إن سعادة اختيار وإحنا نحدد سعادتنا لا فضفوكي يا أسمة الله يحمي طيب أسمة في شيء جديد عندنا على نحن شيء هاي تفتحها شاركت في مجموعة الثالثة في مترعات بيمتقبل مترعات بيمتقبل فيها يعني كل ما يطلقون مع مجموعة أن يحكم بعض الحلول وبعض الأشياء لتسريع المستقبل وتطبيقها في مدينة دبيس ونحن نفعدنا وشاركنا نحن أيضاً مستمرين مع مترعات بيمتقبل في أي مجموعة الثالثة مع مجموعة من الشركات العالمية والدول المتطورة في المجال الصحة والتكنولوجيا ممتاز جميلة أسمة شكراً لت يا أسمة شكراً لت يا أسمة وشكراً لت يا أسمة وشكراً لت يا أسمة طيب ناخذ أبو عبدالله مكالمة ما شاء الله صباحك وردي أبو عبدالله مرحبا صباح أقير هلا أخوي تفضل أسمعك بعبدالله كلنا واحد تفضل يا سيدي الله سلم طول عمرك تفضل الله أرضى عليك الأسبوع اللي طاب سويت بداخل أحضرتك عن إحطائية من مؤسسة بريطانية اسمها جيل جيل استاتيك اللي تكلمت فيها حضرتك عن تحفيز الطلاب والأثر اللي سويت تحفيز عند الطالب صحيح الله يسلمك أنا حاولت أبحث عن هذه المؤسسة وأبغي هذه الدراسة طراحها ما حصلت تعرف ليش نحن نيب أخبارنا ترى ما نيبها من جوجل أخبارنا نيبها من يعني من مكان معتمد اللي هو مايو كلينك هم اللي يزودونا بهذه الأخبار وهذه الدراسات لكن أبو عبدالله أنا باخذ رقمك من عند ميرا زينه بحاول أزودك بهذه الدراسة أو بزودك بالحلقة نفسا بالتفاصيل كاملة بالنسبة لهذه الدراسة شو رأيك إذاك الله خير أول عمرك مشكور يا أبو عبدالله تسلم نهارك سعيد طيب على طار الدراسات فيه رقاقة تكشف إصابة العين بالعدوى خلال دقائق ما دري تقرينا دكتورة بدرية الدراسة ولا أقراهنا ما علي بنقراها تتميز الرقاقة النموذجية بقدرتها على قياس خصائص بكتيريا واحد مثل إيكولاي وسودومونس بسرعة عالية ما يزيل الحاجة إلى استخدام اختبار المضادات الحيوية الحساس الذي يمكن أن يستغرق ما بين 48 ساعة وسبوعين لتقديم النتائج طبعا المهندسون عملوا جنبا إلى جنب عاطباء العيون في مستشهى جامعة ساونث بيلتون يو اتش اس اسمها تشي لإجراء الاختبارات باستخدام عينات الأنسجة المخبرية المصابة كما يخططون الآن لإجراء دراسة تجربية تشمل 30 مريض بما في ذلك إجراء اختبارات في أفريقيا وجنوب آسيا الجدير بالذكر أنه يوجد حوالي 6000 حالة حالة إصابة للقرنية يتم تشخيصها في المملكة المتحدة سنويا حيث يرتبط ثلث الإصابات بارتداء العدسات اللاسقة إذن الأطباء تطوروا رقاقة دقيقة تكشف تعرض العين للعدوى المهددة للبصر في غضون دقائق أنت هات عدسات دكتورة؟ لا والله استخدم عدسات فترة طويلة وبعدين يعني التهاب قرنية محترم وانت دكتورة وانا دكتورة وله كابر لما رح عند دكتورة تعيون ثلاث مرات ثلاث مرات لندى ستوب خلاص لا تلبسي عدسات أبدا 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 لأن التهاب القرنية المحمودة يختلف عن التهاب العين الناس يمتحمر عينك كامل لما يقول عندك رماد والتهاب العين ها مختلف التهاب القرنية أكثر خطورة ممكن يسوي عتامة في العدسة فاستخدام العدسات هاي رسالة اللي يستخدمون العدسات اللاسقة لازم في متابعة مستمرة للطبيب إذا أنت تستخدم عند سلاسقة كل يوم سواء كان يومية أو سواء كانت أسبوعية أو شهرية الدائمة طبعا ما ننصح فيها بس لازم تتابع مع الطبيب العيون لأن العدسة تسوي خدوش بسيطة في القرنية احنا ما نشوفها ما ننتبه لها بس لما تسرعن طبيب العيون وحط لك المادة الملونة هاي في عينك وتبين في قرح في خدوش في العين فتأكدوا أنك تتابعون طبيب العيون ولازم في نفس الوقت بعد الاستخدام الصحيح لها يعني اهتمام نظافتها مثلا بننصح لشان تشيلي يستخدمون عدسات يومية أنا أستخدم عدسات ترانية فأنا دائما أحب أفضل أستخدم العدسات اليومية أفضل من أخذها مثلا الشهرية يعني تكون شوية يعني الاهتمام فيها بطريقة يعني أحسل تكون أسفل باليومية ولو نحصل بديل مثلا واحد إذا يقدر يسوي الليزك أو يستبدله بها يكون وايد أفضل هاي الممارسات دكتورة يعني نلاحظها عند وايدين من الناس أول شيء الماي ممكن يستخدم فيه العدسة مرتين ثلاث مرات نزين غير هذا من بين النصايح أن العدسة تنظفها حتى قبل لا تحطها في عينك نجب أن تنظفها ولم تشلها من عينك بعد تنظفها وتنظف المكان اللي تحط فيها العدسة وتخسل إيدك لكن الهيازة يعني يرقدون فيها ًا وليس المثل الظفور ترى تخرب العدسات وتتسوي تلوث واييييييييييييييييييي لا استخدموا الجفاف للغاية الليزك مشكلة محمود أنا له انا بها لنفسي لا يفعل الليزك لأنه نسبة ضعف البصر عندي بسيطة جداً فالطبيب قال ما يفعل الليزك الليزك للدرجات المنس ونعطيها .5 وأعلى الأقل من شيء يقول لك الأفضل ما تساويه ما رح تحس بالفرق تروائي وبعده هو عشان يعتمد على عدة عوامل من السن وغيرها يعني ما تلبسوا أحسن كافين ما بتلبسوا أحسن ما بتلبسوا الناس عند النظار ضعيف يعني ما يدونوا يشوفون من غير العدسات خصوصا في السوق أو استخدام النظارة يعني النظارة بعد الأشكال الحين ما بقضية العدسات الطنية نظارة موضة ما بقضية العدسات الطنية آي بروتكشن دكتوراه عشان نورت يعني بس ما آه نوري ألمها القضية الأكبر دكتور في العدسات التجميلية هاي الملونة أيوه اللي تكبر العين وهذا محمول اللي فيها نار فيها ما دري شو وائد شغلات يعني ترى العدسات الملونة اللي هي من مارك من صناعة دولة معينة نلبسها إحنا التوسيع وكبر بقب العين وهذه ترى هم مش مصنعة بطريقة فرندلي مع العين ما تكون ترى العدسة ناعمة تكون قاسية وصلبة وتسوي الخدوش فهذه اللي نحاسب منهم أكثر دائمًا عدسات اللي تكون ماركتها زينة تكون مفرودة تكون صوفت ما تكون هارت على العين أنا أبغي أسأل حين سؤال شوية أنثوي ليش الأنثة تحط عدسات ملونة شو السبب شو الغرب لا يبالة تجميل يعني يغير الشكل محمول يقولون يغيرون شكلهم يعني يغير الشكل فعلا درجة كبيرة عند النساء والله بس نحن دائمًا نقول يعني نحن نشوف في أفلام الأكشن هذي الشاسم البطري يبغي يغير شكله يحط عدسات بس إذا أضرارها يعني أكثر عن النفوا يدها ليش إحنا نحط عمرنا فيها صحيح كل شي طبيعي يكون أجب أن أفضل نحن بعد الفاصل إن شاء الله ما نستقبل معانا الدكتورة خولة الحجاجة خصائية طب الأسرة بمركز زعبيل الصحي في هيئة الصحة بدبي ما نتكلم موضوعنا الرئيسي اليوم عن سرطان الثدي وأيضاً أبغي بس طلب بسيط اللي موجودين معانا على اللايف لا تستأذنون إذا تبغون تسألون أي سؤال سألونا على طول السؤال اللي أنتو تبغون تسألونا وإذا سؤال محرج يعني ما نجاوب عليه تحت الهوى عموماً فاصل وراجعي صحة وسعادة رجعنا لكم عزائي المستمعين ويانا ضيفة في البرنامج ضيفة جداً مميزة الدكتورة خولة الحجاج أخصائية طب الأسرة بمركز زعبيل الصحي اليوم الدكتورة خولة بنتكلم وياها بنتناقش وياها عن حلقتنا اللي هي عن شو؟ عن شهر أكتوبر وشهر التوعية بسرطان الثديق أهلا وسهلا فيك دكتورة خولة ونورتينا في الستيديو السلام عليكم صبحكم الله بالخير وأشكركم استضافتي اليوم في البرنامج وإن شاء الله نفيد المستمعين والمستمعات في أهمية موضوع سرطان الثديق إن شاء الله أهلا وسهلا طيب قبل أن نبتدي الحوار دكتورة بس نذكر بأرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لعب على أكاونت نور دبي وأكاونت هاية الصحة في دبي دي اتشي أندرسكور دبي تواصلوا ويانا وأسئلتكم أكيد بتكون أسئلة مفيدة وإن شاء الله تحصلون أجوبتها طيب نحن نعرف أن هذه الأيام دائما مع المؤسسات والهيئات كلها تحاول أنها يعني تقوم بتوعية بسرطان الثدي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام عندها فعاليات التوعية وإجراءات الوقاية والعلاج حاضرة في كل وقت للحفاظ على صحة المرأة طبعا سرطان الثدي دكتور صحيحي للمعلومة مع أني أنا عرف أن معلومة صحيحة أنه ممكن يصيب الرجال كذلك بنسب بسيطة ولكن الإصابة واردة نحن في البداية دكتورة نبغي أن نعرف بطبيعة هذا المرض سرطان الثدي شو هو بالضبط وليش نحن مسوين عليه يعني هاي الحشرة كلها هذا صح التعبير يعني أول شي بعرفكم سرطان الثدي بشكل مبسط سرطان الثدي هو تغير في الخلايا في خلايا الصدر سواء كانت خلايا الغدد الحليبية أو في صوص الثدي تتكاثر بشكل غير طبيعي فهذه الخلايا السرطانية تهاجم الخلايا المحاطة فيها وتنتشر بعد ذلك فهذا هي تعريف مبسط لسرطان الثدي وليش أهمية سرطان الثدي لأن سرطان الثدي هو ثاني أكثر سرطانات شيوعا لدى النساء ونسبة الوفاء فيه كثيرة حسب الإحصاءات الأمريكية وصحيح على معلومة السرطان الثدي لا يقتصر على النساء كذلك الرجال يصابون في سرطان الثدي وللأسف اكتشفنا أن نحن سرطان الثدي يوم نكتشفه في الرجال نكتشفه في مراحل متأخرة لأن الرجال عادة يهملون الموضوع يستحيون يسيرون أو ما يخضون في عين الاعتبار أنه في تغير في الثدي أن هذا يمكن أن يكون سرطان فيوم نحن نكتشفه نكتشفه في مراحل متطورة ومتأخرة ممتاز دكتور خولة تخصيص شهر أكتوبر شهر كامل للتوعية بسرطان الثدي يدل على أهمية هذا السرطان وأهميته بالنسبة لصحة المرأة يعتبر مثلا بفضلتي واحد من أكثر السرطانات شيوعا عند النساء ولكن نلاحظ أن النساء معظم هم يخافون وايد من تذكرينهم هذا الاسم بالتالي ينتنعون عن الذهاب للطبيب أو ينتنعون أن يقولون أنه عندهم أي أعراض فنعرفهم أو شيء شو الأعراض إلا ممكن تكون عند أي امرأة إلا ترفع مثلا ما تقول تدق ناقوس الخطر وتخير تتوجه للطبيبة أعراض سرطان الثدي كثيرة منها أول شيء نبتدي في شكل الثدي لازم المرأة تكون عارفة كيف شكل ثديها وهذا كيف بتعرفها عن طريق الفحص الدوري طبعا تشوف في أي تغير في شكل الثدي إذا ثدي أكبر عن الثاني مثلا الحجم الثدي يتغير وبعدين الجلد الثدي أحيانا نشوف فيه مثل تشوفون مثل قشر البرتقال كيف هنا فيه مسامات هذا بعد أحد الأعراض الحلمة نفسها إذا كانت داخلها على داخل أو كانت فيها أي إفرازات مثل سائل شفاف أو إفرازات دم مو بالضرورة هذه الأعراض معناتها سرطان بس هذه الأعراض تنبهنا أننا لازم نتوجه لطبيب العائلة عشان يفحص المرأة ونكتشف إذا كان عندها طيب نحن في عندنا مداخلة من الأخت وضحة كنت أحس بضيج يوم رحت المستشفى أول سؤال بعد ما أتفضلت الدكتورة كان مختلف عن الشكل اللي أنا متعودة عليه كنت أحس بضيج يوم رحت المستشفى أول سؤال بعد ما حطت إيدها الدكتورة على الورم أول سؤال سألتني يا هل أنتوا عندكم تاريخ في البرست كانسر فقلت لها هي عندي اثنين من خالاتي توفوا بالبرست كانسر قالت لي أنه أوكي روحي لاب وخدي عينة من الورم علشان نشوف شو إذا الورم كان حميد ولا خبيب والحمد لله أن الورم طلع حميد ولكن تم يرجع يعني في كل شهرين تم يرجع أنا في كل شهرين تم تأدخل المستشفى أسوي العملية استقصال الورم حاليا أنا تعالت من العمليات فحاليا طالعني فوق الصدر الورم حبيت أسأل الدكتورة هل في أي خطورة لو أني أنا ما أصبأ صلتها هل في أي خطورة لو أنه مثلا لسمح الله تحول للخبيب مع أن الاميونيتي عندي عالية جدا يعني اللي أعرفتها أنه إذا الاميونيتي عالية طبعا الخلايا سرطانية ما تقدر أن تتنشط فبس استثاري أنه هل أفتأصد الورم اللي موجود ولا أخليه سؤال تعالحة شكرا يا راح شكرا يا راح شكرا يا راح حميد وورم خبيث الدول ما في خبيث ما في ورم خبيث اللي هو هذا السرطان نفسه السرطان سرطان والورم ورم هذا اللي كانت تقوله أحينا بالنسبة للمداخلة الأخذ أنا بأنا أوضح في عندنا شيئين في عندنا هو الورم الحميد وحيانا فيه يكون عبارة عن تكيّس أو يكون عن ألياف فأنا ما حددت شو بالضبط تشخيصها وبعدين مثل ما قالت هي عندها تاريخ عائلي فنحن هذين اللي يكونون عندهم تاريخ عائلي ويكون عندهم تغيير الخلايا الصدر بشكل مستمر هذين اللي نحن نعتبرهم هاي رسك اللي هو عندهم عوامل خطر صحي أوكي فهي هذه الأخذ يكون عندها حلية إذا كان عندها مثلا تاريخ عائلي من الدرجة الأولى الأم الأخذ العمى هذين إذا كان عندهم مثلا فميلي هستري أو بريست كانسر في عندنا شيء نحن نسميه فحص الجينات هذا نحن ما ننصح فيه لكل النساء بس اللي عندهم تاريخ عائلي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية بس شخصين مثلا شخصين من الدرجة الثانية فهذا فيه فحص نحن نشوف الجينات هذا الجينات يمكن يقولنا إذا فيه احتمالية إصابة بسرطان الثدي هي يعني مو بالشرط اللي مثلا عندها من درجة الأولى مثلا ثنتين عندهم عندهم المرض لازم بيلها المرض أو إن عندهم الجينات بس لازم نتابعهم باستمرار ونحط لهم خطة علاجية وخطة المتابعة لأن هذين ما لازم نهمهم لأننا نحن نقول السرطان يعني إلا عوامل وايد يعني وما يعتمد اعتماد كامل على العامل الجيني فيه في ناس ما عندهم عوامل ويشتوي فيهم السرطان القابلية هي القابلية أو الإمكانية فهي تزيد مع التاريخ المرضي وبعدين فيه نقطة مهمة هي الأخذ قالت أنا عندي مناعة قوية فما معنات أنه بيصيبني سرطان ما لعلاقة المناعة قوية أنه ما يصيبني سرطان لأن السرطان لا عوامل كثيرة عوامل بيئية عوامل داخلية عوامل جينات فما لعلاقة المناعة أنا هي قوية أنا هي بتحميني من السرطان صحيح طيب فيه حد يقول هني شو أسباب انتشار هالفترة سرطان الثدي انتشار جدا فضيع ليش قبل ما كان فيه انتشار ما كنا نسمع فيه هل الأكل والشرب لها علاقة أنا أعتقد قبل يمكن هو كان موجود دكتورة بس ما كان فيه تصوص الضالي صحيح بالضبط هو مبلح لأنه حين انتشار لأنه حين استويت التوعية أكثر والحمد لله نحن والكشف المبكر فقمنا نسمع بالحالات وقمنا نسمع بالعكس أصلا يعني نحن ما نبقى نخوف المستمعات نقول السرطان شي مميت أو إن هذا شي خبيث وخلاص حياته تنتهي لا نحن نبقى نبشرهم أن النسبة اللي نجوا من المرض جدا عالية يعني وصلت في أمريكا تقريبا ثلاث ملايين عاشوا من بعد سرطان الثدي فلنسبة العلاج جدا عالية إذا اكتشفناه في مراحل مبكرة وممكن نسبة توصل 96% بعد للشفاء إذا اكتشفوا في مراحل مبكرة ومثل ما قال محمود بعد العادات الخاطئة يعني مثل زيادة الوزن عدم ممارسة الرياضة هاي كل هالأنماط الحياة هاي تلعب دور بعد تلعب دور إنها تكون عامل من عوامل سرطان الثدي نحن لازم ندير بالنا عليه ومثل ما قال محمود بعد إن قبل كان في أمهاتنا ويداتنا الله يرحمه كان يتوفون ومحد كان يعرف ليش مات يقول لك خلص عمره ومات ولكن كثير من هالأمراض كانت ما تكتشف لأن ما كان فيه وسائل التشخيص رقم واحد رقم اثنين الحين مع وسائل التواصل صار له حرمة في أمريكا إياها سرطان في الثدي انت تعرفين هذه الحرمة إياها سرطان في الثدي نشت الصبح لقيت عنها سرطان وراح للطبيعة وسوت إذا كانت ممثلة معروفة إذا كانت ممثلة معروفة أو تلاقي القصص تقول ترشل فيديوهات والله إنه كان فيه نفيت سرطان وشي قبل ما كان فيها التواصل يعني ما فيه طريقة أنك تعرف لو الفريج الثاني يستوى فيه شيء ما بتعرف لأنه ما فيه التواصل الاجتماعي فوسائل التواصل سهلت انتشار فصالة وفي الفريج يعرفون ما عليك أي شيء يستوي يعرفون هذاك المرض هناك سؤال هل زيادات الشامات في الجسم دلالة على شيء وأحياناً يتغير مكانها هل يدل على شيء هذا سؤال وايد مهم محمود بخصوص الشامات الشامات دكتور عنوار الحمادي الله يعطيه الصحة والعافية والتحية لا يسمعنا دائماً يقول عن الشامات الشامات فيه ناس طبيعة جسمهم منهم وايد شامات يعني إذا انت عندك من الصغر نفس الشامات في نفس الأماكن ما تخوف ولكن ما تغيرت مثلاً ما تغيرت الشامة اللي تتغير يكبر حجمها يطلع فيها شعر تبدأ تتقشر يبدأ ينزل منها دم أي تغير في الشامات هذه لازم نشوفها طبيب جلدية يعني مباشرة ما نتاون فيها نقول والله ممكن أنا ضربتها ممكن أنها تتقشرت لازم على الطول نتوجه للطبيب ممكن ما تكون تعمل حمود سرطان مو دائماً تغير تبار سرطان ولكن لازم يتم الكشف ونأخذ عنها خزعة أيمن آخر سؤال بس قبل الفاصل هل خروج إفراز قليل من الثدي بدون رائحة بعد انتهاء الدورة عادي أو العلامة لمرض ما دكتورة على حسب السائل إذا كان سائل شفاف أو سائل دم وعلى حسب إذا المرأة متزوجة غير متزوجة المرأة مرضع أو غير مرضع كل هذه الأشياء بدلنا على إن كان عادي ولا لا أعزائي المستمعين فاصل إن شاء الله ونرجع لكم تابعونا رجعنا لكم مستمعين الأعزاء وحلقتنا المتميزة اليوم مع الدكتورة خولة الحجاج أخصائية طب الأسرة مركز زعبيل الصحي دكتورة نحن قبل الفاصل كنتكلم عن وايد أشياء عن العوامل الخطورة لسرطان الثدي وذكرنا منها كنتوا تكلمون عن رضاعة طبيعية شو دور الرضاعة طبيعية في التقليل أو الوقاية من سرطان الثدي طبعا ما يخفى عليكم أهمية الرضاعة طبيعية نحن من اليوم ليباتر نريد نقول رضاعة طبيعية جدا مهمة واكتشفت الدراسات أن الرضاعة طبيعية تقي من سرطان الثدي وسرطان المبايض وليس بس سرطان الثدي فهي جدا مهمة للأم فننصح النساء بكثرة الرضاعة الطبيعية لأن هذا يعتبر عامل وقائي من سرطان الثدي ممتاز وفي بعد هناك عامل اللي هو هرمون الأستروجين والناس اللي تاخذ مثلا هرمونات البديلة هاي بعدلها دور بعد في سرطان الثدي فممكن تعطينا فكرة دكتورة؟ حين في خصوص الحبوب منع الحمل اللي فيها هرمون الأستروجين والهرمونات البديلة للنساء اللي فوق سن اليأس أحيانا يأخذونها عشان يخففون العراض سن اليأس بس هذه تكون إذا فترة يعني مثلا فترة تأثر عن عشر سنين يعني إذا فترة بسيطة ما تأثر بس إذا الفترة طويلة ومزمنة بشكل مستمر لها علاقة في سرطان الثدي دكتورة خولة مثل ما قلنا في البداية شهر أكتوبر أصلا وشهر التوعية بسرطان الثدي فممكن نعطي فكرة للمستمعات شو جهود الهيئة في التوعية في هذا الشهر اللي هو شهر التوعية بسرطان الثدي الهيئة قامت في عدة برامج في عدنا حملات تثقيفية نقوم فيها في المراكز الصحية على مستوى المراكز الصحية ويتم الإعلان عنها مسبقا وفيها يتم شرح للمريضة عن أهمية السرطان وكيفية عمل الفحص الدولي الذاتي الذاتي بعد وبعدين اللي حاب نطلب لهم أشعة الموموغرام في هذه الحملات وفي حملات خارجية بعد يتم الإعلان عنها في بعد القافة الوردية أمس محمود كان يقول بيشارك فيها لو تخبرين هي مسيرة الدراجات الهوائية الدراجات الهوائية كل سنة نشارك فيها خبرنا عنها محمود هذه مسيرة يعني يتم التنظيم لها الأمانة الدكتورة موزل حتاوي هي اللي طلعت هذه المبادرة وهناك يعني عدد من الجهات اللي ترعى مثل هذه المبادرة يتم يعني دعوة الدراجين إذا انصح التعبير اللي عندهم دراجات هوائية أنهم يتجمعون كنا آخر سنة تجمعنا وراء السانسيت مول اللي في شارع جميرة وطلعنا تقريبا يمكن عدد كبير والله ما أدري إذا وصلنا الألف ما شاء الله ممتاز ألف شخص بالدراجات ما بين يعني كل الجاليات ما بين رجال والنساء فقط للدعم والتوعية بخطورة سرطان التدي وكانت هناك عدد من الفعاليات كذلك موجودة وكان في تكريم لعدد من الجهات الداعمة لمثل هذه المبادرات في جمع التبرعات يستويض من القافلة الوردية محمود أو ما في جمع التبرعات والله ما شفت لكن إذا يستوي زين تبرعت حق شو؟ يعني لصالح النساء اللي يعانون من سرطان الثدي لحنبار حسالة باللاحج قال عندنا وايد برامج في هذا المجال صحيح اللي حاب يتبرع أتوقع يتوجه إلى مكتب الخدمات الإنسانية دكتورة قبل الفاصل كانت فيه الأخ تسأل عن السائل اللي يطلع بعد الدورة وقالت أنه هي أم متزوجة ولكنها يعني ما ما ترى الضعب فيه قالت يعني أضافت أن عمرها أن هذا الشيء يطلع لها من سنتين وعمرها 44 سنة ف أنت كنت سألت عن العمر أو سألت عن كده؟ بالضبط أحيانا هي متزوجة ويطلع لها سائل بشكل مستمر نحن يعني نصحة أن تتوجه للمركز الصحي عشان نشوف ناخذ التاريخ المرضي ونقوم بالفحص السريري وبعدين فوق الأربعين يعني لازم تسوي الماموغرام صحي محمود هاي النقطة هما تعقبا على هالسؤال إننا إحنا كنساء دائما نهمل نفسنا يعني عندنا أي أعراض نقول بعدين همشة ودي ولدي يا تشوف أختي فمثل هالأعراض ما تنهمل وما نخاف نقول ما بسير عشان سمح الله يتحصون يقولين في لي سمح الله سرطان إنك تروحين تفحصين مبكرا وتكتشفين إن شي مثلا سمح الله سرطان أو شي ثاني الأفضل أنت لصحت ولعمرك يعني إنك تكتشفين شي في بدايتة تدخل مبكر يستوي بالتالي تقدرين تعيشين باجحي حياتش بالصحة وبعافية فما نخاف وتكلمنا وايد عن عوامل خطورة وتكلمنا عن خلونا في الأشياء الإيجابية شوية نبقى نعرف شو وسائل الكشف المبكر إذا حد يسأل نبقى باختصار إحنا شو نبقى يعني الأشياء المهمة التي تسويها كل حرمة عساس إنها تحمي نفسها أو مثلا من المرض هذا هو شي في البداية المفروض نمط الحياة أوكي وإحنا نقصد بنمط الحياة الغذاء تكون أكثر فيها الخضرة والفواكد لأنها فيها فيتامينات والأنتي أكسيدنت هذا يحمي طبعا والرياضة لأنك تشفوا أن الوزن الزايد يعتبر عامل معوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدي وثانيا الفحص الذاتي كل امرأة لازم تقوم بالفحص الذاتي دكتورة من عمر كم أحنا نسمع من عمره العشرين وفوق مفروض يعني من وحدة عمره العشرين يعني الفحص الذاتي ما في دراسات تثبت أنه جيد يعني أو أنه يقدر يكتشف السرطان الثدي بس نحن ننصح فيه ليش لأن كل وحدة بتعرف كيف شكل الثدي إذا فيه أي تغيرات من البداية تقدر تكتشفها إنما تهمل عمرها وهذا يكون كل شهر بعد الدورة اليوم السادس والسابع من الدورة طبعا وبعدين عندنا الفحص الكلينيكي اللي هو يقوم فيه الطبيب كل وحدة تتوجه لطبيب الأسرة اللي هي ترتاح لنا لأنه فيه وائد نساء يقولون الفحص محرج ما نبقى نكشف عن عمارنا فتشوفي الطبيب اللي أنت دوم تترددين عليها يعني المركز الصحي اللي عدالكم إنزل تنصحين مثلا كل كم مثلا وحدة ممكن تسير تسوي الفحص كل سنة كل سنة كل سنة سنة مرة هنا فيه سؤال عن الملابس الداخلية ممكن أنها تسبب مثل هذه الأورام دكتورة ولا لا ما فيه دراسة أحين أثبتت أن فيه علاقة مباشرة بين الملابس ونوعيتها وصرطان الثلاثي بس ينصح أنها تكون من القطن لأن المواد الصناعية تأثر طبعا لأن يمكن الجسم يمتصب دراسة مباشرة وما شي دكتورة ندى أنا أريد أن أسأل عن الخدمات التي تقدمونا في الرعاية الصحية الأولية بالنسبة للمرأة والفحوصات التي نسونا هذا السؤال موجه لكم كلكم الذي لديه أي إضافة ممكن يضيف ممتاز محمود نحن كقطاع رعاية الصحية الأولية نقدم عدة خدمات للنساء فيما يتعلق بسرطان أو بالكشف المبكر أول شي عندنا الفحص الدوري يسمى نشون البريوديك التي يتسوى مرة كل سنتين وهو لمتيال حرمة العيادة نطلب لها الفحوصات ومن ضمنها فحص الكشف عن سرطان الثدي الماموغرام طبعا لعمر 40 فما فوق أحد كان كاتب هنا عشان سيدة تطمن تعمل أشعة ماموغراف هي ماموغراف هذا من عمر 40 فما فوق ماموغراف هذا أظن مالذهب مالذهب يمكن الحرمة تستهل حتى جهاز ذهب تحت الأربعين السلام عليكم رحمة الله نمار الله والرجل أيضا نحن مؤيدين نقف جنبا إلى جنب مع الرجل نحن نتكلم عن سرطان من يجي عند الرجل ففضل أنتكلم عن الماموغراف لا دعني تكمل دكتورة الخدمة من عمر 40 وفوق إذا أقل من 40 حسب الحالة زائد عندنا طبيبات فنانات في قطاع كل أمرأة لازم تتوجه لأقرى مركز صحي مرة في السنة فقط تفحص الثدي ما تكوني مريضة ما تكوني تعبانة مو عشان ولدت مريضة تيبين العيادة أنت تعالي للعيادة تشوفي الطبيبة عشان تسوي فحص الإكلينيكي للثدي في العيادة لا سمح الله سمح الله سويت فحص الماموغرام وطلع لا سمح الله في ورم أو في شك على أي شيء إحنا على طول نتواصل مع عيادات سرطان الثدي الموجودة في مستشفى دبي عند دكتورة إسعاب إحنا نتواصل ونوفر لك الموعد موعد الماموغرام موعد الخزعة موعد المتابعة وكل شيء ومريد أيضا أنت تابعت زائد عندنا خدمات الألترا ساونت حق الثدي أيضا في العيادة للحالات اللي لا تحتاج الماموغرام فإحنا عندنا خدمات متكاملة لكم إن شاء الله دكتورة هل أنت ضيفين شيء من خدمات أو كفت ووفت هي كفت ووفت بس أنا بأنبه النساء اللي عندهم عوامل الخطر خطة العلاج تختلف يعني نحنا نبتدي من الفحص المبكر قبل السن الأربعين اللي عنده تاريخ مرضي اللي مثلا النساء اللي أنجبوا عقب السن الثلاثين اللي بدأت عندها دورة الطمث في سن مبكر هذي لكلهم عندهم عوامل خطر للإصابة فهذي لبرنامج يختلف عندهم دكتورة كنتم تشعر في وائد أسئلة بعد ناس نشوفهم يسئلون شو الفرق بين الألتراسوند والسونر والماموغرام متى أسوي هذا ومتى أسوي هذا وهذا وائد مهم حين الماموغرام بس أنا بأنوه فكرة جدا مهمة أن الماموغرام عبارة عن أشعة سينية بس مختصة للصدر زين لأن فيه ناس وائد يخافون أن فيه إشعاع وتقريبا أقل حتى عن أشعة الصدر العادية نسويها الماموغرام فيها نسبة الإشعاع جدا أقل من أشعة الصدر فهو وائد يعني ما فيها خطورة إشعاع وهذا نسوي عقب أربعين سنة أو مرتين يعني كل مرة كل سنتين مرة كل سنتين أو على حسب الحالة أو حسب الكثافة أو أي شيء نممكن نخلي كل ستشور على حسب الحالة الألتراسوند هو موجات فوق صوتية وهذه تعتبر آمنة ما في خوف منها وهذه نبتدي فيها إذا سن أقل عن الأربعين عندهم مثلا عوام الخطورة ممكن نبتدي فيها نبتدي فيها كم يعني سن مبكر للطمث يعني أقل عن 12 سنة اللي ييلهم مثلا نتي لهم الدورة اللي أقل عن 12 سنة يكون عندهم يبدأ هرمون الأستروجين أنه يشتغل في الجسم فخلاء يعني يكون معرض الجسم لفترة طويلة من الأستروجين وهذا يأثر على شو نشاط خلايا الثدي عشان شي يقولون الأستروجين يلعب دور في سرطان الثدي بما نخلصنا من الذهب خلينا نتكلم عن الفضة شو رايكم سرطان الثدي عند الرجال دكتورة زين هنا لك نسبة ممكن يصيب الرجال خبرينها عن النسبة هذه وخبرينها كيف الرجل ممكن أن يستوعب أنه عنده مشكلة هذا واحد اثنين شو الوقاية والعلاج أول شي سرطان الثدي عند الرجال هو موجود وتقريبا واحد بالنمية من ضمن السرطانات اللي عند الرجال أو تقريبا واحد لكل ألف رجل يمكن يصاب وهذه حصائيات أمريكية وبعدين ليش نحن نشوف حالات فيها سرطان الثدي لأن للأسف حين في ظاهرة جديدة طلعت عند الشباب اللي هي أخذ الهرمونات وأخذ الأجوية والبروتينات عشان كمال الأجسام عشان تكوين العذرات وللأسف في بعض هالهرمونات قامت تأثر على خلايا الثدي وقمنا نشوف هالحالات كثيرة تأثر على الذكورة عندهم بعد الدكتورة طبعا وقاموا أن حجم الثدي يتغيى وهم يستحون عند الدكتور يقولون أن الحجم الثدي كبر أو أن هناك مثلا أفراز طبيعة الرجل أن يستحي يشير فهذا هو الشيء اللي نواجه والله زيد جمال شعر بيت هذا اللي تمره حديد يوم الحجم الثدي يكبر عنده هذا إنجاز صد؟ نعم لأنه يلعب لكي يكبر جسمه كل شيء يكون كبرا لكن هذه المعلومة مهمة محمود أن الخجل أن تذهب إلى الطبيب وتقول عندي مشكلة في الثدي يجب أن نغير هذا النوع من المستوى من الوعي لأنها صحتنا مثل ما دائما نقول إنكار المشكلة لا يسن في حلها يجب أن تسعى للحل صحيح تفضل يا دكتورة كان عندك مداخرة بعد إضافة أكثر لا لا هو هذا فنحنا نوجه الرجال إذا عندهم أي عراض تغير حجم الثدي أي إفرازات من الثدي أحيانا في نوع من أنواع سرطان الثدي ترى يبدأ مثل التهاب يكون بس إحمرار في الجلد أو تقشر في الجلد ففي ناس يتعتبرون التهاب أو أكزيمة هو موب أكزيمة أحيانا يكون سرطان فهذا إذا كان عندهم هالأعراض نوجههم أن يتوجههم لطبيب الأسرة يفحصهم يأخذ التاريخ المرضي كامل وأحيانا نحن نضطل أن نسوي لهم ماموغرام للرجال أيضا ونكتشف مبتاز دكتور خولي الممكن تقولين عن خدمات هذه الصحبة فيما يتعاقوا الماموغرام والألترا ساوند وين متوفر للكشف المبكر عن سرطان الثديد؟ يتوفر الماموغرام في أربع مراكز صحية في هيئة في قطاع الرعاية الصحية الأولية في مركز زعبيل البرشة مركز ند الحمر ومركز المزهر وهذه المراكز تخدم جميع قطاع الرعاية الصحية الأولية جميع العيادات يتوجهون للمركز تم فحصهم من قبل الطبيب الأسرة ومن ثم نطلب لهم الماموغرام أو الألترا ساوند على حسب العمر وعلى حسب الحالة طيب أعراض سرطان الثدي نفسه للرجل تكلمت الدكتورة عن الأعراض أمي مصابة ربي شافيها إن شاء الله هل شروط أنه من الأقارب يصاب به وكام النسبة من المئة؟ يعني إذا أمها مصابة في احتمالية إذا في تاريخ مرضي أنها تكون عندها عوامل خطر ليس بسبب رئيسي مثل ما أقول هذه كلها عوامل خطر فإذا واحد عندها الأم أو الأخ مصاب في عندها احتمالية فهذه تروح عند الدكتورة وتحط لها الخطأ العلاجية دكتورة بدرية قلت لي متى المفروض أن تراجع البنت تسوي الفحص هذا؟ بس نذكر النساء أن الفحوص من سن كم يبتدون فحوصات صدر؟ يعني من العشرينات المفروض الوحدة تبدأ الفحص الذاتي للصدر حتى لو ما فيها شيء حتى لو ما فيها شيء كل شهر في اليوم السادس والسابع من الدورة نزين بعدين هذا طبعاً الفحص الذاتي اللي هي شو تسوي بالضبط؟ اللي تفحص نأثنيها في البيت اللي ما تشوف الأعراض اللي تكلمت عن الدكتور؟ لا اللي ذكرنا قشرة برتقال قالت هاي تكون يعني في البيت وممكن هي تستعين مثلاً بطبيبة الأسرة اللي بمراكز اللي عدالهم وتصير تقولها مثلاً علميني كيف مثلاً أسوي الفحص الذاتي نزين بعدين عقوب عندنا شيء ثاني اللي هو الفحص المبكر عن طريق الدكتور اللي هو مرة في السن مثل ما ذكرت الدكتورة خولها وبعدين يعني إذا حصلنا أي أعراض أو أشياء ثانية عوامل خطورة ثانية فعدنا اللي هو الكشف المبكر عن طريق الموموغرام وعدنا عن طريق مثل ما قلنا أو الألتراساوند السونار طبعاً هاي اللي يختلفون من عمر لن عمر يعتمدون على العمر أو على العوامل الخطورة نزين وأهمية الكشف المبكر أكيد بيقي أو رح يعالج بشكل كبير المرض من بدايته طيب نحن حين تكلمنا عن الوقاية الدكتورة والتوعية أكثر ولكن العلاج إذا حد لا سمح الله طلع عنده يعني فيه سرطان ثدي يعني والله شافي المبتلين لهذا المرض شو العلاج؟ أولاً لازم نعرف فيه أنواع في السرطان الثدي أحياناً فيه اللي هو الإصاب الغداد الحليبية أو الفصوص اللي هو الدكتور واللوبيولر كارسين وعندنا أنواع كثيرة بعد نعرف نوع السرطان وبعدين نحدد المراحل السرطان هل هو مكتفي على الثدي نفسه أو هل هو غازي للعقد اللنفاوية المحاطة أو هل هو وصل لأي أعضاء أخرى فنحن أول ما نكتشفه نأخذ الخزعة ونعرف نوع السرطان بعدين نسوي برنامج الكشف عشان نعرف لأي مرحلة وبعدين نتم تحديد العلاج وهذا عن طريق المستشفيات إنسان يعني علاج سرطان الثدي هذا يعتمد اعتماد كله على مراحل السرطان وطبعاً العلاج متوفر والإمكانيات متوفرة لكن الحكمة وين؟ الحكمة اختيار العلاج الصح أو اختيار العلاج المناسب طبعاً هذا اختيار العلاج المناسب يعتمد على عوامل معينة منها أول شيء سن المرأة الشيء الثاني حجم الورم الخبيث هذا الشيء الثالث حجم الصدر أو الثدي انتشارة للغدد اللنفاوية هذا كله يحدد وطبعاً عندنا وايد أساليب العلاج اللي هي منها العلاج استقصال الجراحي هذا واحد الشيء الثاني عندنا العلاج بالأشعة الشيء الثالث عندنا العلاج الكيميائي صح؟ والشيء الثالث عندنا العلاج البيولوجي يعني كل هذه خطط العلاج تعتمد على مراحل تطور السرطان صباح شهر الله بالخير دكتور الندى صباحكم الله بالنور والسرور وينت أدور في أسئلة زيادة ما سألناها ما طرحناها نحسنا أني جاوبنا على كل سألناك كل الأسئلة عن الخدمات وعن الأعراض في رسالة توجينا للنساء هذا أهم شيء أني نفهم أهم شيء عندي دكتورة كيف يتواصلون معكم هل الفحص موجود في كل المراكز أم لا؟ ذكرنا المراكز الموجودة فيها نعيد مرة ثانية يتواصلون لأقرب مركز الأسرة أو المركز الأسرة التي تابعين لها هناك يشوفهم طبيب الأسرة يأخذ التاريخ المرضي والعوامل الخطر إذا كانت موجودة أو لا يعمل الفحص الكلينيكي وبناءً على الفحص الكلينيكي نشوف ما يحتاج الأشعة الموموغرام الألتراساوند وبعدين تعتمد الخطة العلاج والفولو أب بناءً على النتائج التي نحصلها طيب أيمن إذا تسمح لي آخر سؤال يقول دكتورة عندي سؤال كيف نعرف الألم بالصدر إذا كان ألم عادي أو ألم أورام؟ يعني ما في ألم يقولك هذا ألم عادي أو ألم أورام وفي فكرة سائدة غلط إن إذا شيء يقلمني معنا تحميد لا، ليس بشرط دكتورة عندي تقول لأني أحس بالألم أحيانا في أسفل الصدر وحوالينا من الداخل بس نعطيها نصيحة بسيطة توجهي للعيادة خليها نفحص لأن الفحص كم يأخذ وقت؟ عشر دقائق روحي للعيادة أخذ دكتورة تفحص تطمني الألم خفيف، الألم قليل يميني سار تعاون نفحص مرة واحدة نطمنش و بعدين يميني سارت وصرين البرشة لا، والعيادة اللي يعني تكون حدها لبيتكم في الفرن قريبة ومتاز، ومتاز أنا أبغي أشكر الدكتورة خول الحجاجة خصائية طب الأسرة في مركز زعبيل الصحي في هيئة صاحب دولة ما شاء الله مركز زعبيل هو مراكز الجديدة والمتطورة جداً وخذ نسبة عالية في التقييم أمية بالمية هو أول مركز في العالم يمكن يأخذ هذه النسبة فالله يوفقكم إن شاء الله ومشكورين دكتورة خولة شكراً دكتورة بدرية الحرمي شكراً لك ما قصرتي وأنا اللي كان اللي شرف إني أكون إياكم اليوم ومكافحة جداً مميزة يعني دكتورة ندا صبحت الله بالخير صبحت الله من نور وسروري مختفي اليوم وراء الشاشة ما أشوفت وين المستيديو يعني مشكورة دكتورة ما قصرتي ويعطيكم ألف عافية شكراً لك يا أيمن سرحي شكراً لك يا ميرا لغفلي مشكورة ما قصرتي وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العري ولنا يعني لقاء غد إن شاء الله وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم نصحة وسعادة